بروح لنقاط القوة دكتور احمد. نقاط القوة طبعا الاول زي ما متعودين بنبين مين هدفين الفرقة مين الاكسر اسست في الفرقة مين الاكسر عرضيات. اول حاجة طبعا معنا هدفين الفرقة روني ده في البطولة امريكا الجنوبية. انا اعتقد انه نهاردة القوة هي آآ قلبت على بايرن شوية اكتر منها آآ بالميرس ممكن بس. او الهدفين بتوع الفرقة. نا. لو عرضناهم هنلاقي روني رقم حداشر اللي هو الجناح الايسر اللي كنت بتكلم عليه جايب خمس اهداف في البطولة. يلي له لويس قدريانو المهاجم بتاعهم اللي هو رقم عشرة مسجل خمس اهداف اللي اتنين جايبين خمس اهداف. الجناح الايسر והن Status والمهاجم بتاعهم. ويليان اللي هو المهاجم البد Его مباراة في آآ طلعتاشر مباراة. فبطولة. اه. هم لعبوا كلهم في البطولة تلاتاشر مباراة. قدامنا الارقام هي على الشاشة. اه دل اه نيجي بقى دول الهدفين ووليان اللي هو المهاجم اللي احتياطي مسجل اربع اهداف هو بينزل دايما كبديل ومسجل مؤثر فبرضو ده نعمل حسابه نيجي بعد كده لي صناعة الاسست او صناعة الاهداف روني اللي احنا اللي هو هدف الفرقة يعني هو الاكسر تهديفا والاكسر صناعة الاكسر اسست عامل تمانية اسست ايو جوستافو عامل تلاتة اسست ويسلي عامل تلاتة اسست لويس جوستافو طبعا برضو واحد من اللي هو قلب الدفاع اللي انا كنت بقول لحداك عليه اللي هو الليدر من وراء اللي هو عنده عنصر القيادة عامل تلاتة اسست وهو مفتاح بناء الهجمة من وراء تمام? الاكسر تصويبا او الاكسر محاولات على المرمى روني كل الارقام هتلاقي فيها المميز روني يعني سواء الاكسر تسجيل سواء الاكسر اسست الاكسر محاولات على المرمى برضو روني عامل اربعة وعشرين محاولة منهم عشرة صح رفائل فيجا عامل 18 محاولة منهم خمسة صح جابريل منينو عامل 15 منهم عشرة يعني روني اللي هو الجناح الشمال ورافائل فيجا الاتنين اللي احنا اتكلمنا عليهم هما الاكسر محاولات على المرمى نيجي بقى للاكسر تمريرات هنلاقي مين? الاكسر تمريرات جوميز اللي هو قلب الدفاع اللي هو الكابتن اللي هو من برجوي ده موجود في قائمة الاكسر اسست الليدر وبيع في حضر يطلع الفرق ازاي? موجوده هو رقم واحد جوميز قلب الدفاع عامل 606 تمريرة في البطولة. بس خلي بالك انا دايما لما بيجي نتكلم على قلوب الدفاع تحديدا هتلاقي عاملين دايما تمريرات كتيرة جدا لانه في تمريرات بتبقى ما بين الاتنين الستوبرز كتيرة جدا يعني. صح فيه على فيه بتبقى تمريرات قصيرة وفيه تمريرات طولية بس جوميز برضو بتأكد ان المدافع ده كورته حلوة. يعني لما يبقى مسلا ارقام المدافع اللي على يمين اكتر من المدافع يعني مثلا كان بيبقى ايمن اشرف عندنا في بطولة دورة بطالة افريقية حتلاقي ان تمريراته اكتر من المساك اليمين. ليه? لان ايمن اشرف احسن واحد كورته حلوة. وبيعمل اسست. اه جي بدري انه بدري بنون فالاتنين بقى كورتهم عالية جدا من تحت في تحضير الهجمة ايه. نيجي بعد كده ليه التمريرات البينية. روني برضو كالعادة بيتصدر القيمة بتنشر تمريرة بينية اللي هي صناعة الفرص. يليه ماركوس روشا اللي هو الباك اليمين. عامل عشرة تمريرات حاسمة او تمريرات بينية. نيجي للاكسر مروغات روني برضو. تمانية وخمسين مروغة منهم تسعة وعشرين مروغة نكحة. خلاص تبقى نسمعها روني وخلاص الفرق بدأ نسمعها سياحة. اه الفرق ليتو سمع بريترو كل ما نقول حاجة نقول روني. هو الاكسر مروغة. الاكسر محاولات. الاكسر رقم واحد. روني روني روني. تاني واحد منينو اللي هو الجناح الايمن عامل اربعين مروغة نكحة. على فكرة احنا معنا برضو لو جبنا الصورة اللي هي بتاعة الخريطة الحرارية هنلاقي الخريطة الحرارية بتاعة روني وبتاعة جابريل منينو. بيتباين ازاي. اه. بس بقى خريطة التحركات بتباين هما بيتحركوا ازاي. يعني روني على الورق نحية الشمال. بس هو بتحرك شمال ويمين واخد لا مركزية. صنع علعاب لعيب مهاري قوي بيسجل اهداف بيصنع منينو اكتر نحية اليمين. عامل زي حسين الشحات كده بيلعب نحية اليمين دايما. وبيعملوا الاوفرات. لعيب اللي هو جناح ايمن اكتر. لكن روني احرف بيخش للعمق بيلعب في اكتر من مركز. ايو. ده بالنسبة للمراهبات